اشتركوا في القناة استمعوا إلى راديو فرصة العالم الأخيرة لتعرف كيف يمكنكم أن تستعدوا روحياً لما سيأتي راديو فرصة العالم الأخيرة نحضر الناس لرجوع المخلص الوشيك مرحباً أهلاً بكم في راديو فرصة العالم الأخيرة World's Last Chance أنا مضيفكم سامي صابر وبرفقتي يوسف راضي مرحباً وشكراً لاستماعكم إلينا سامي أنت أب؟ هل قال أطفالك يوماً أي شيء كان جديراً بالملاحظة ومثيراً للإعجاب؟ بالطبع لطالما كانوا ولا يزلون حتى اليوم يتفوهون بأمور تجعلنا نضحك بشدة أتذكر عندما كان ابننا في الثالثة من عمره كان يشاهد فيلم فيديو عن الطبيعة وفيه ظهرت عصفورة كانت تطعم صغارها فارتسمت على وجهه نظرة غضب والتفت إلى زوجتي قائلاً كم أنا سعيد لأنني لست مضطراً إلى أن يتم إطعامي بهذه الطريقة قبل أيام كانت زوجتي تقرأ أحد المقالات على الموقع الإلكتروني هاف بوست وكان الموقع على ما يبدو دعا قراءه ليرسلوا إليه أموراً مضحكة قالها أطفالهم يوماً فرحت زوجتي تضحك بأعلى صوتها وهي تقرأ المقال وشاركتني إحدى تلك القصص المضحكة عن أم أنبأت أطفالها بأنه لم يعد مسموحاً لهم أن يقول بعضهم عبارة إخرس لبعضهم بعضاً لأنها كلمة فضة وتؤذي المشاعر صحيح أمي أيضاً لم تكن تسمح لنا بأن نقول إخرس للآخرين كان مسموحاً أن نقول صه أصمت إذن ماذا حصل؟ هل استمر الأطفال في قول كلمة إخرس بعضهم لبعض؟ لا لا لقد أطاعوا أمهم لكنهم ابتكروا طرقاً مختلفة للتعبير عن الفكرة عينها ذات يوم كانت ابنتها البالغة من العمر تسع سنوات تتكلم بلا توقف فشعر ابنها البالغ من العمر ست سنوات بالضيق والانزعاج وعندما لم يعد قادراً على تحمل ثرثرة أخته المتواصلة ما التفت إليها وصارخ قائلاً أصمتي أيتها الفلاحة يذكرني هذا ببرنامج تلفزيوني أمريكي قديم مع أرت لينكلاتر بعنوان الأطفال يقولون أشياء مفاجئة يقولون أشياء مضحكة ومحرجة للغاية برأيي الأهم مما يقولونه هو ما يسألونه مثل ذاك السؤال من أين يأتي الأطفال؟ ظننت يوماً أنني وجدت الحل المناسب لهذه المسألة فقد جاء ابني إلي وسألني من أين يأتي الأطفال فأجبته اذهب وسأل والدتك وبعد أجابني طلبت مني أن آتي لأسألك أن؟ شرح الأصول قد يكون أمراً صعباً وهذا ما سنتحدث عنه اليوم أصول يهوشوة معظم المسيحيين يؤمنون بأن يهوشوة كان موجوداً مسبقاً منذ الأزل مع الآب وقد يؤمن بعضهم بأنه أخرج إلى حيز الوجود في وقت ما في الأبدية قبل أن يخلق أي شيء آخر ولكن جزءاً من الإيمان المسيحي النمطي بالألوهية الثالوثية هو الإيمان بأن يهوشوة كان له وجود قبل الحبل به في رحم مريم صحيح هذه عقيدة مسيحية نمطية إلى حد ما نعم ولكنها ليست كتابية إنها من مخلفات عقيدة الثالوث الوثنية التي سادت في القرن الرابع وكما قلنا في الحلقات السابقة إن فكرة الألوهية الثالوثية ظهرت بعد المسيح بمئات عدة من السنين فالمسيحيون الأوائل لم يؤمنوا بهذه العقيدة وبالتالي هي لا ترد في الكتاب المقدس بالطريقة التي لطالما افترضناها إن الوجود المسبق المفترض ليهوشوة هو بمثابة عقيدة مترابطة ومتسقة تماما مع عقيدة الثالوث ولكن أكرر ليست عقيدة كتابية وهذا ما أريد مناقشته اليوم المعايير الكتابية لوجود يهوشوة فقد جاء إلى الوجود عند الحبل به وليس قبل ذلك ثمت عدد قليل جدا من مقاطع الكتاب المقدس التي تبدو وكأنها تشير إلى الوجود المسبقي للمسيح بالمعنى الحرفي قبل أن نبدأ دراستنا أولا العهد القديم يقدم المسيح دائما على أنه شخص المستقبل بمعنى آخر لم يكن موجودا بعد ثمت نقطة أخرى تظهر لنا مع دراسة الكتاب المقدس بعناية وهي أن مكانة يهوشوة بصفته ابن ياء تم تقديمها في العهد القديم كنبوءة وبالتالي مرة أخرى شيء في المستقبل وليس في الوقت الراهن لما كان حصل ذلك لو أن يهوشوة كان موجودا قبل الحبل به علاوة على ذلك رفع يهوشوة إلى مكانة أسمى بعد قيامته مكافأة له على إخلاصه لم يكن يشغل هذا المنصب من قبل نحن نتحدث عن عودة يهوشوة إلى أبيه لكن الكتاب المقدس لا يتحدث عن ذلك وكنا لنتوقع أن يتحدث عن ذلك لو أنه كان فعلا يعيش في السماء معي قبل الحبل به صحيح وثمت نقطة أخرى لا توجد أي بيانات مسجلة تقتبس من أقوال يهوشوة خلال وجوده المسبق المفترض صحيح؟ لا بعض الطوائف تستنتج وتفترض أن يهوشوة كان موجودا مسبقا في هيئة رئيس الملائكة ميخائيل الكتاب المقدس لا يقول ذلك في الواقع هل يمكننا أن نلقي نظرة على بعض مقاطع الكتاب المقدس التي تبدو وكأنها تشير إلى وجود مسبق للمخلص؟ بالتأكيد يا سامي سفر التكوين الإصحاح الأول الآية السادسة والعشرون هل تنتقل إليها؟ في هذا المقطع يتحدث يهوى بصيغة الجمع ولهذا السبب كان من السهل على الثالوثيين أن يفترض أنه يتحدث عن نفسه وعن الإبن وقال إلوهيم نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض إلوهيم هي كلمة في صيغة الجمع وفي العبرية كانت تستخدم هذه الوسيلة الأدبية للتشديد على تشريف الشخص وتبجيله هذا كل ما يحدث هنا أمثال الإصحاح الثامن الآيتان الثانية والعشرون والثلاثون غالبا ما تستخدم هاتان الآيتان لإثبات الوجود المسبق ليهوشوا تقولان وهنا أقتبس يهوى قناني أول طريقه من قبل أعماله منذ القدم كنت عنده صانعا وكنت كل يوم لذته فرحة دائما قدامه صحيح بوسعنا أن نفهم لماذا قد يوحي هذا المقطع بالوجود المسبق ليهوشوا عندما نقرأه خارج السياق ولكن عندما نقرأه في سياقه يبدو واضحا أنه يتحدث عن شيء آخر سامي اقرأ الآية الثانية عشرة أنا الحكمة أسكن الذكاء وأجد معرفة التدابي هذا الإصحاح بأكمله يتناول الحكمة أن نقول إن آيتين من الإصحاح بأكمله تشيران إلى مسيح ذي وجود مسبق هو مبالغة في الاستقراء هذا وبكل بساطة لا يتوافق مع السياق الآية الأخيرة التي تستخدم كإثبات على وجود يهوشوا المسبق هي الآية الثانية في ميخا الإصحاح الخامس ولكن مرة أخرى عندما تقرأها بإمعان تدرك أنها لا تتضمن أي ما يشير بالفعل إلى أن يهوشوا كان موجودا مسبقا في السماء أو في أي مكان آخر لذا استمع جيدا إلى ما تقوله هذه الآية وليس إلى ما نسبناه إليها تقول وهنا أقتبس أما أنت يا بيت لحم أفراتة وأنت صغيرة أن تكون بين ألوف يهوذا فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على إسرائيل ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل منذ أيام الأزل كانت في قلب يهوى رغبة لتوفير المخلص إذا دعت الحاجة إلى ذلك ولكن ثمت معنا أعمق سنتطرق إليه لاحقا في جميع الأحوال هذا مختلف تماما عن القول إن المخلص كان موجودا منذ البداية لاحظت أنه يقول فمنك يخرج لي هذه العبارة في صيغة المستقبل بالانتقال إلى أصفار العهد الجديد لا تحتوي ثلاثة أرباعها بالكامل على أي بيان من أي نوع يمكن حتى تأويله على أنه يشير إلى وجود مسبق للمسيح وهي أناجيل متة ومرقص ولوقة الأناجيل المعروف باسم الأناجيل السينوبتيكية أعمال الرسل التي كتبها لوقة رومي كورانثوس الثانية غلاطية آفسوس تسالونيك الأولى والثانية تيموثاوس الأولى والثانية تيتوس الرسالة إلى فليمون رسالة يعقوب بطرس الأولى والثانية يحنى الأولى والثانية والثالثة ورسالة يهوذة لا يحتوي أي منها على أي بيان يمكن وحتى تحريفه للإشارة إلى أن يهوشو كان له وجود مسبق لو كان له وجود مسبق لكان ورد ما يشير إلى ذلك على الأقل في أي من الأناجيل السينوبتيكية أو في رسالة يهوذة أعني يقتبس يهوذة بإسهاب من سفر أخنوخ عندما يشارك النبوات صحيح يا سامي لكنك لن تجد أي شيء في كل ما ذكرناه إذن من أين يأتي الناس بفكرة أنه كان له وجود مسبق من يحنى؟ نعم إنجيل يحنى في لبي الإصحاح الثاني كولوسي الإصحاح الأول الرؤية الإصحاح الثالث قرابة ستة مواضيع يمكن تأويلها على أنها تشير إلى وجود مسبق ومع ذلك يجب ترحو سؤالين مهمين جدا أولاً هل هذه المقاطع حرفية أم افتراضية؟ ماذا تقصد؟ لقد تنبأ يهوى بمجيء الفادي منذ البداية كانت هذه خطة إذا دعت الحاجة إلى ذلك لذا فإن أي مقطع من هذا القبيل يشير إلى هذه الفكرة إلى هذا الوعد وليس إلى الواقع بالمعنى الحرفي عندما أعطيت النبوء لو كان الواقع بالفعل لما كانت نبوءة صحيح إذن ما هو السؤال التالي؟ تلك المقاطع القليلة التي اتخذناها لإثبات الوجود المسبق هل تمت ترجماتها وتحليلها بشكل صحيح؟ أو أننا قمنا بتحليلها وترجماتها وفقاً لمفاهيمنا المسبقة؟ هذا أمر يسهل علينا فعله صحيح؟ فنحن لدينا مجموعة من المعتقدات المعينة ونميل إلى إسقاطها على أي تفسير نقدمه للكتاب المقدس الأنجيل السينوبتيكية بثة ومرقص ولوقة لا تتضمن أي إشارة إلى وجود مسبق في الواقع يقول لوقة في مقدمته لإنجيله هنا أكتبس رأيت أنا أيضاً إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب على التوالي إليك أيها العزيز ثاوفيلوس لتعرف صحة الكلام الذي علمت به انتهى الاقتباس حسناً إذا كانت نية لوق أن يتتبع كل شيء من الأول بتدقيق ليكتبه على التوالي وبترتيب منطقي أليس هذا هو الموضع المناسب ليبدأ بوجود يهوش والفعلي وجوده المسبق كما هو مفترض بدلاً من أن يبدأ بالحبل به كإنسان بلى هذا سؤال منطقي لكنه لا يقول كلمة واحدة عن أي وجود مسبق لا يصف لوق تحول كائن إلهي إلى إنسان أو حتى كائن ملائكي إلى إنسان لا يشير إلى أن يهوشو كان موجوداً في مكان ما في هيئة روح بلا جسد بدل ذلك يبدأ لوقة عند أقرب وقت ممكن وهو إعلان ميلاد يحن المعمدان ثم ينتقل إلى إعلان الملاك جبرائي لمريم هنا بالضبط يبين بوضوح بداية وجود يهوشو لماذا لا تقرأ لنا ذلك يا سامي؟ لوقة الإصعاح الأول الآية الخامس والثلاثون سألت مريم كيف يمكنني إن جاب طفل وأنا عذراء فأجاب الملاك وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك أيضاً القدوس المولود منك يدعب نياه هنا بالضبط نقطة نشأة يهوشو يقول لوقة إنه تتبع قصته بطريقة متأنية ومنطقية منذ نقطة الأصل وها هي هنا لاحظ أيضاً أن الملاك أخبر مريم بصيغة المستقبل الروح القدس يحل عليك لم يحدث ذلك بعد لم يكن موجوداً بعد لن يأتي إلى الوجود حتى يحل عليها الروح القدس وعلى نحو المماثل فإن متى في تطرقه إلى نسب يهوشو وولادته لا يشير أبداً إلى وجود مسبق أما مرقص فلا يتطرق حتى إلى الحبل بالمخلص وولادته على الإطلاق الآية الثانية في العبرانيين الإصحاح الأول أعتقد أنها إشارة واضحة جداً إلى الوجود المسبق بل العكس تماماً في الواقع فهي تضحض الوجود المسبق أياً كان نوعه؟ لماذا لا تقرأ لنا ذلك الرسالة إلى العبرانيين الإصحاح الأول الآيتان الأولى والثانية؟ يهوى بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديماً بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثاً لكل شيء الذي به أيضاً عمل العالمين انتهى الاقتباس هذه العبارة الذي به أيضاً عمل العالمين ألا تشير إلى الوجود المسبق؟ إنها آية اعتدت استخدامها في الماضي بهدف إثبات أن يهوى عمل من خلال مسيح موجود مسبقاً ليخلق العالم لكن هذا المفهوم سببه خطأ في الترجمة الكلمة المترجمة هنا العالمين مصدرها في الواقع الكلمة اليونانية عينها التي نحصل منها على كلمة إيون هل ترى قموس الكتاب المقدس ناك؟ لماذا لا تجلبه وتفتح الصفحة 165 في الجزء اليوناني وتقرأ ما يقول؟ العصر المناسب فترة مسيانية حاضراً أو مستقبلاً التركيز الأساسي لهذه الكلمة هو الزمن في مدته غير المنقطعة آيون كإسم يعني عصر حقبة ويعني فترة غير محددة المدة أو الزمن الذي ينظر إليه فيما يتعلق بما يحدث في تلك الفترة إن القوة المرتبطة بالكلمة لا تكمن في الطول الفعلي لفترة ما بل في فترة تتميز بخصائص روحية أو أخلاقية معينة ويتضح هذا في استخدام الصفة في عبارة الحياة الأبدية لنضع الآية الثانية في العبرانيين الإصحاح الأول في إطار آخر بفضل هبة المسيح فإن الزمن وخصوصاً الحاضر والمستقبل ينقسم إلى عهو في الوقت الراهن الخطيئة تسير في مسارها في العالم ولكن عندما يعود يهوشو سيتم تأسيس مملكة إياه على الأرض ولاحقاً بعد زوال الخطيئة والخطأ سيسود السلام إلى الأبد هذه هي العهود المختلفة التي أمكن تحقيقها من خلال تضحية يهوشو وهذا لا يعني أنه كان موجوداً مسبقاً علماء الكتاب المقدس يدركون هذا أيضاً طبعت هنا بعض الاقتباسات ابدأ بقراءة هذا الاقتباس الأول في الأعلى هذا اقتباس من ويليام ساندي كان أستاذاً في الجامعة أوكسفورد في القرن التاسع عشر يقول وهنا أقتبس ليس في الأناجيل السينوبتيكية إشارة واحدة إلى أن يهوشو كان ابن يهوى قبل ولادته الاقتباس التالي من أفسي باور وهو عالم لاهوت بروتستانتي ألماني ماذا قال؟ إن فكرة الوجود المسبق تقع تماماً خارج نطاق النظرة السينوبتيكية متى ومرقص ولوقة الاقتباس الأخير هو من كتاب بعنوان ولادة المسيح كتبه ريموند براون وكان عالم لاهوت كاثوليكياً يحظى باحترام واسع النطاق يقول إنما التولوقة وهنا أقتبس لم يظهر أي معرفة بوجود يهوشو المسبق على ما يبدو كان الحبل به بالنسبة إليهما هو ظهور أو إنجاب ابن يهوى هل يمكنك القول إنما كانت يهوشو كابن يهوى بدأت منذ أن تم الحبل به؟ نعم لأنه ببساطة لم يكن موجوداً قبل ذلك الوقت ربما كان موجوداً في عقلياه وخطته ما هو الاقتباس التالي يا سامي؟ هذا الاقتباس هو من عالم اللاهوت البروتستانتي وولفهارت باننبرغ كتب يقول وهنا أقتبس في إنجيل لوقة تأسست البنوة الإلهية من خلال نشاط الروح الإلهي القدير على مريم في لوقة الإصحاح الأول الآية الخامسة والثلاثين تم إثبات بنوة يهوشو الإلهية بكل صراحة ووضوح من خلال ولادته العجائبية إن ولادة المسيح البتولية تتناقض بشكل صارخ مع كريستولوجيا تجسد ابن يهوى الموجود مسبقاً لا يمكن لهذه المسألة أن تكون أكثر وضوحاً مما هي عليه في رواية لوقة عد إلى لوقة الإصحاح الأول الآية الخامسة والثلاثين وقرأها مرة أخرى فأجاب الملاك وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك أيضاً القدوس المولود منك يدعى ابن ياه الروح القدس يحل عليك فلذلك يدعى الطفل ابن ياه كان فعل الروح القدس الذي حل عليها فعل الآب في الحبل وقال في رحم عذراء هو الذي جعل يهوشوى ابن ياه الكلمة التي نترجمها إلى اللغة العربية فلذلك تأتي من الكلمة اليونانية التي تعني لهذا السبب الروح القدس هو الذي جعل مريم تحبل بيهوشوى في رحمها وبالتالي هذا ما جعله ابن يهوى لذلك لم يكن ابن ياه قبل ولادته لم يكن الابن الوحيد المولود قبل ولادته لا يمكنك أن تأتي إلى الوجود إذا كنت موجوداً أصلاً حسناً سنأخذ استراحة قصيرة وسنعود بعد قليل أود أن أطرح عليكم سؤالاً ما هو القاسم المشترك بين أخ نوخ وإليا؟ حسناً إذا كنتم مثل غالبية المسيحيين فأنتم على الأرجح تفكرون قائلين المسألة واضحة كلاهما أخذ إلى السماء من دون رؤية الموت أعلم أن هذا ما تعلمناه جميعاً لكن الدراسة المتأنية للكتاب المقدس تكشف أن الافتراض القائلة إن أخ نوخ وإليا قد نقلا إلى السماء من دون رؤية الموت هو افتراض مبني على سوء فهم لكلمة نقلة ويتعارض مع مقاطع أخرى من الكتاب المقدس في الواقع يستشهد سفر أخبار الأيام الثاني برسالة أرسلها النبي إليا بعد أربع سنوات من نقله المفترض إلى السماء بواسطة مركبة نارية لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع ابحثوا عن حلقة إذاعية بعنوان تعرف على حقيقة ما حصل لأخ نوخ وإليا الحقيقة ليست كما تعتقد فكرة أن يهوشو كان له وجود مسبق قبل الحبل به هي بمثابة تطور طبيعي من بدعة الثالوث إذا كنت تؤمن بأن المسيح هو الثلث الألوهية الثالوثية فمن الطبيعي أن يكون له وجود مسبق لكن هذا ليس ما يعلمه الكتاب المقدس فلنلقي نظرة على ما يقوله متة انتقل إلى متة الإصحاح الأول الآية الثامنة عشرة أما ولادة يهوشو المسيح فكانت هكذا لما كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمعاه وجدت حبلة من الروح القدس الكلمة المترجمة إلى اللغة العربية ويلادة تأتي من الكلمة اليونانية وتعني الولادة أو الإنجاب التكوين في معجم باور للغة اليونانية الإنجليزية يتم تعريف الكلمة على أنها أقتبس مجيء المرء إلى الوجود في لحظة معينة الولادة إنها حالة من الكينون والوجود وتشير إلى النسب بوصفه نقطة الأصل مبدئيا الأصل تماما إذن متى كان أصل يهوشو عندما تم الحبل به بواسطة الروح القدس ليس قبل ألف أو عشرة آلاف أو مليون سنة ليس قبل أبدية نعجز عن وصفها ولكن عند حبل به لاحظ أنه بعد كلمة إيانيسيس مباشرة قيل لنا إن مريم وجدت حبلة من الروح القدس وبالتالي فإن الكلمة لا تتعلق بميلاده الفعلي بقدر ما تتعلق بالحبل به بوصفه نقطة نشأته ومجيئه إلى الوجود إذا جاز التعبير بارت إيرمان هو مؤلف وباحث في العهد الجديد وأستاذ في الدراسات الدينية له كتاب بعنوان الفساد الأرثوذوكسي للكتاب المقدس العنوان الفرعي هو تأثير الخلافات الكريستولوجية المبكرة على نص العهد الجديد أنا لا أوافق إيرمان الرأي في كل ما يعلمه لكنه يجري بعض الأبحاث التي تستحق التقدير في كتابه هذا كتب يقول إن المخطوطات الأكثر قدما والأكثر دقة تجمع على تقديم المقطع بالكلمات التالية بداية يهوش والمسيح حدثت بهذه الطريق إذن هذا النص وحده يكفي لإثبات أن أصل يهوش وبدأ في رحم مريم لم يكن في شرنقة ما عبر من خلالها ليتخذ جسدا بشريا قطعا لا فقد بدأ أصله عند الحبل به وليس قبل ذلك ثم تموضع آخر تستخدم فيه كلمة إيانيسيس وهو في متى الإصحاح الأول الآية الأولى هل تقرأها لنا يا سامي؟ كتاب ميلادي يهوش والمسيح بن داود بن إبراهيم تقول ترجمة أخرى هذه هي القصة المكتوبة لسلالة عائلة يسوع المسيح وثم تترجمة أخرى للآية الأولى في متى الإصحاح الأول تقول هذا هو سجل أسلاف يسوع المسيح الذي كان من نسل داود وإبراهيم بهذه الطريقة تستخدم كلمة إيانيسيس للإشارة إلى أصله وأسلافه رغم أنه لم يأتي إلى الوجود إلا عند الحبل به لنلقي نظرة مرة أخرى على ميخا الإصحاح الخامس الآية الثانية أما أنت يا بيت لحم أفراتة وأنت صغيرة أن تكون بين ألوفي هوذا فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على إسرائيل ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل قلنا قبل قليل أن عبارة منذ أيام الأزل يمكن أن تشير إلى الخطة الموجودة في قلب الآب لتوفير مخلص في حالة ظهور الخطيئة لكن هناك المزيد فهذا النص يصبح مثيرا للاهتمام عندما تفهم أنه يشير إلى أصول المخلص أسلافه أما أنت يا بيت لحم أفراتة وأنت صغيرة لتكون بين عشائر يهوذا منك يخرج من أجلي من يكون متسلطا على إسرائيل وأصوله منذ القديم منذ الأيام الغابرة ما الذي يؤكد لك أن هذا لا يشير إلى الأيام الغابرة قبل أن يخلق عالمنا؟ انتقل إلى ميخة الإصحاح السابع وقرأ الآية العشرين ثمت عبارة مشابهة استخدمت في هذه الآية تصنع الأمانة ليعقوبة والرأفة لإبراهيمة التين حلفت لآبائنا منذ أيام القدم من الواضح أن ياه لم يكن بإمكانه أن يحلف لأسلافهم لو لم يكن الأسلاف في حيز الوجود بالتأكيد اقرأ بعض الترجمات الأخرى ستعطي الحق ليعقوبة والرحمة لإبراهيم وقد حلفت بهما لآبائنا من أيام القدم وترجم أخرى ستكون مخلصا لشعب يعقوب سوف تظهر حبك لأبناء إبراهيم ستفعل ما وعدت بأن تفعله لشعبنا لقد قطعت هذا الوعد منذ عهد بعيد من الواضح أن هذا يشير إلى النسب إلى الأسلاف وليس إلى فترة من الزمن قبل أن يخلق العالم هذا التعبير نفسه يرد في عاموس انتقل إلى عاموس الإصحاح التاسع وقرأ الآية الحادية عشرة في ذلك اليوم أقيم مظلة داود الساقطة وأحصن شقوقها وأقيم ردمها وأبنيها كأيام الدهر تشير إحدى الملاحظات الهامشية في الكتاب المقدس الأمريكي الجديد إلى أن ميخا الإصعاح الخامس الآية الثانية هي إشارة إلى أن نسل المخلص هو من الأسرة الملكية القديمة التي أسسها داود اقرأ تلك الملاحظة مدينة وعشيرة بيت لحم أفراطة الصغيرة تنحدر منها أسرة داود الحاكم القديمة التي يعود أصلها إلى العصور القديمة الغابرة مع ملكها المسياني الذي سيحكم إسرائيل كتاب كيمرج المقدس للمدارس والكليات يوافق أيضا على أن المخارج أو الأصول في ميخا الإصعاح الخامس الآية الثانية تشير إلى نسل يهوشوة من سلالة داود الحاكم القديمة وبالتالي مرة أخرى نتحدث هنا عن النسب السلالة التي تأتي في إطارها النبوءة الواردة في التكوين الإصحاح التاسع والأربعين الآية العاشرة بأن المسيح سيأتي من صبت يهوذة وبأنه سيكون إسرائيليا وهذا ما تنبأ به سفر العدد الإصحاح الرابع والعشرون الآيات السابعة عشرة إلى التاسعة عشرة وبأنه سيكون ابن يهوة ووريث داود ويمكنك أن تقرأ هذه النبوءة في الآية الرابعة عشرة من الإصحاح السابع في صموئيل الثاني من المثير للاهتمام أن هذه نبوءات لا يمكن أن يكون لكائن ما نقطة أصول وبالتالي لا يمكن أن تتوفر نبوءات عن أصول يهوشوة إذا كان بالفعل في حيز الوجود إنه أمر في منتهى السخافة إذا فكرت فيه بشكل منطقي ثمت نقطة أخرى وهي التالية إذا كانت الأصول في ميخا الإصحاح الخامس الآية الثانية تشير إلى وجود يهوشوة المسبق فإن ذلك مناقض تماما لما ورد في متى الإصحاح الأول الآية الثامنة عشرة والذي يحدد أصل على أنه لحظة الحبل به وماذا عن لوقة أيضا؟ اصغي إلى هذا مرة أخرى لوقة الإصحاح الأول من الآية الثلاثين إلى الخامسة والثلاثين يقول فقال لها الملاك لا تخاف يا مريم لأنك قد وجدت نعمة عنديا وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يهوشوة هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية فقالت مريم للملاك كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا فأجاب الملاك وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابنيه انتهى الاقتباس لا أعرف لماذا لم ألاحظ ذلك من قبل ولكن إذا كانت عملية الحبل هي التي تؤهل هذا الشخص ليسمى ابنياه وهذا ما يقوله الملاك بوضوح بالتالي لا يمكن أن يكون له وجود مسبق إن عمل الروح القدس في حلوله على مريم وتظليلها هو نقطة الحبل نقطة الأصل وبسبب هذا العمل بالذات يشار إليه على أنه ابنياه وهذا ورد بوضوح شديد هنا في لوقى الإصحاح الأول الراحل جيمس دان الذي توفي قبل فترة قصيرة في حزيران يونيو عام 2020 شكلت وفاته خسارة حقيقية على أي حال كان أستاذا للألوهية في جامعة دورهام في إنجلترا وكان يحظى بالاحترام على نطاق واسع هو أيضا ذكر أن الآية الثانية في ميخا الإصحاح الخامس لا تشير إلى مسيح كان موجودا مسبقا بل اقترح أن ما ورد في ميخا الإصحاح الخامس الآية الثانية هو ما كان يتذكره اليهود عندما شعروا بالارتباك في متى الإصحاح السابع عندما علموا أن يهوشوى كان من الناصر اقرأ الآن يحن الإصحاح السابع الآيات الأربعين إلى الثالثة والأربعين فكثيرون من الجمع لما سمعوا هذا الكلام قالوا هذا بالحقيقة هو النبي آخرون قالوا هذا هو المسيح وآخرون قالوا ألعل المسيح من الجليل يأتي ألم يقل الكتاب إنه من نسل داود ومن بيت لحم القرية التي كان داود فيها يأتي المسيح فحدث انشقاق في الجمع لسببه كان الفرسيون على دراية واسعة بكتبهم المقدسة وبالتالي لو بد لهم أن متى الإصحاح السابع يشير إلى ميخا الإصحاح الخامس لكان طبيعيا أن يشعروا بالارتباك كان الجميع يعلم أن المسيح سيكون من نسل سلالة داود القديمة وبالتالي عندما نستنتج من ميخا الإصحاح الخامس أنه يشير إلى أن يهوشو كان موجودا مسبقا فإننا نقرأ في النص ما هو ببساطة غير موجود فيه فهو لا يقول إن المسيح كان موجودا قبل الخلق بل يقول بكل بساطة إن أسلافه سيكونون من سلالة داود يبدو واضحا أن يهوشو بصفته سليل داود هو جزء من سلالة قديمة من أسرة مالكة قديمة عندما تقرأ كل هذه الآيات في سياقها يبدو واضحا أن القصد منها لم يكن الإشارة إلى أنه كان موجودا قبل أن يخلق العالم فالكتاب المقدس في الواقع لا يقدم المسيح في أي نص من نصوصه على أنه كائن ما سابق للإنسان هذا يذكرني بموضوع آخر في العهد الجديد كان الناس يتساءلون باستمرار من هو يهوشو بالضبط هل كان المسيح حقا أم مجرد حاخام يحنى الإصحاح السابع البعض قالوا إنه النبي فيما أصر آخرون على أنه المسيح عندما سأل يهوشو نفسه تلاميذه عما يقوله الجميع كشفت إجاباتهم عن أمور مهمة للغاية أخبروه أن بعض الناس كانوا يقولون إنه يحنى المعمدان وقال آخرون أنه إليا أو إرميا أو أحد الأنبياء الآخرين ولكن عندما سألهم المسيح عن رأيهم أجاب بطرس أنت المسيح ابن ياه الحي لم يشر أي منهم إلى أنه كائن دائم الوجود في يحنى الإصحاح الأول قال نثنائيل يهوشو إنه يؤمن بأنه المسيح ملك إسرائيل مرة أخرى لا يوجد أي ذكر ولا أي تسمية للوجود المسبق سامي عد إلى متأ الإصحاح الأول وقرأ الآية عشرين ولكن فيما هو متفكر في هذه الأمور إذا ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا يا يوسف بن داود لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس العبارة المترجمة هنا حبل به تأتي من الكلمة اليونانية يناو وتعني أن تلد وفي الواقع هذا ما تقوله الآية في ترجمات أخرى ما ولد فيها هو من الروح القدس عندما تبحث عن كلمة يولد في القاموس فإنها تعني حرفيا التسبب في الوجود أو الإنجاب أو التوليد إن استخدام هذه الكلمة فيما يتعلق بوجود يهوشو هو دليل كاف على أنه خرج إلى حيز الوجود عند الحبل به مثل أي إنسان آخر وليس قبل ذلك بألاف السنين كتبت جيمس دان كريستولوجيا في طور التكوين في الصفحة الحادية والخمسين يشرح هذه المسألة بشكل واضح هل تقرأ لنا ذلك يا سامي؟ يقول وهنا أقتبس ولادة المجيء إلى حيز الوجود لمن سيدعى وسيكون في الواقع ابن يهوى وليس انتقال كائن موجود مسبقا ليصبح روح طفل بشري ولا تحول كائن إلهي إلى جنين بشري كلمة ولادة تستخدم في جميع أجزاء الكتاب المقدس حيث تنطبق على البشر وحقيقة تطبيقها أيضا على يهوشوة تثبت أنه لم يكن موجودا قبل تلك النقطة كل شخص ذكر في الكتاب المقدس على أنه مولود أتى إلى حيز الوجود فقط عندما تم الحبل به أو بها والأمر نفسه ينطبق على يهوشوة لا يمكنك القول فعلا إن المخلص ولد فقط كإنسان كما قلنا من قبل لا يمكن أن يكون لديك أصلا ولا يمكن أن تولد برطين الكلمة نفسها ومعناها بحد ذاته يثبتان أن يهوشوة أتى إلى حيز الوجود عند الحبل به وليس قبل ذلك ماذا عن المسيحيين الذين يولدون من جديد؟ في الواقع هذه مسألة مختلفة هذه ولادة رمزية بالطبع عندما نستسلم لياه ونقبل هبة الخلاص فإننا نولد روحياً اقرأ لنا يحن الأولى الإصحاح الخامس الآية الثامنة عشرة نعلم أن كل من ولد من ياه لا يخطئ بل المولود من ياه يحفظ نفسه والشرير لا يمسه استمع الآن بينما أقرأها من ترجمة قاموس يونغ الحرفي يقول وهنا أقتبس لقد علمنا أن كل من ولد من ياه لا يخطئ لكن الذي ولد من ياه يحفظ نفسه والشرير لا يمسه انتهى الاقتباس نحن نعلم أننا سنستمر في التعثر والوقوع في الخطيئة ما دمنا نملك طبيعتنا الساقطة ولكن علينا أن نواصل الكفاح ضد تلك الطبيعة الساقطة وفي يوم من الأيام عندما يعود يهوشو ويمنحنا طبيعة أسمى سنتوقف عن اقتراف الخطيئة حقيقة أن كل واحد منا يرغب حتى في الإقلاع عن الخطيئة تظهر عمل الروح في قلوبنا هذه العبارة هنا كل من ولد نحوياً في اللغة اليونانية هي بصيغة الماضي التام هذا مثير للاهتمام لأنها نحوياً تظهر حالتنا المستمرة ما زلنا نمتلك الطبيعة الساقطة لذا نستمر في ولادتنا الروحية لكن العبارة التالية الذي وولد منيها والتي تشير بوضوح إلى يهوشو هي عبارة مختلفة في اليونانية هي بصيغة الأفعال الأورستية ماذا تقصد؟ إنها صيغة الماضي تدل على أمر ما حدث في الماضي لكنه ليس فعلاً ماضياً مستمراً كونه في صيغة الأفعال الأورستية يبين بوضوح أن الفعل كان حدثاً لمرة واحدة وبالتالي تشير هذه العبارة من ولد منيها إلى ولادة يهوشو الجسدية المنفردة لقد كان حدثاً منفرداً لا يتكرر أبداً وقد حدث عندما تم الحبل به بطريقة خارقة للطبيعة في رحم عذراء في الحلقات السابقة تطرقنا إلى الدليل الذي يثبت أن يهوشو كان إنساناً بالكامل إذن كيف علينا أن نفهم معنى العبارة المتكررة الإبن الوحيد المولود أم المولود الوحيد من الآب هتان العبارتان تشيران إلى مكانة يهوشو الفريد نعم إنه إنسان بالكامل وليس تلك الفكرة المربكة عن كائن إنسان بالكامل وإلهي بالكامل إنه إنسان بالكامل نقطة على السطر لكنه فريد من نوعه لأنه ولد من عذراء وياه هو والده الحقيقي على عكس بقية البشر لم يكن لديه أب بيولوجي بشري ولأن كلمة مولود تعني حرفياً جلب إلى حيز الوجود إذن هذا يستبعد المصطلح الذي يشير إلى شكل محدود من التقمص الذي يجعله ينتقل من وجود ملائكي سابق إلى رحم مريم يشار إلى يهوشو مراراً وتكراراً على أنه ابن ياه الوحيد المولود ياه أنجب لكن هذا لا يغير من تعريف الكلمة لقد جاء إلى حيز الوجود عند الحبل به ولم تتبدل هيئته عند الحبل به يؤكد بولوس روايات ما التولوق عن مجيء يهوشو إلى حيز الوجود هل لا تقرأ لنا ذلك سامي؟ غلاطيا الإصحاح الرابع الآيتان الرابعة والخامسة ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل ياه ابنه مولوداً من امرأة مولوداً تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني هذه العبارة مولوداً من امرأة هي دليل آخر على أن نقطة أصل يهوشو كانت عند الحبل به في ترجمات أخرى تقول العبارة مخلوق من امرأة أو خرج من امرأة أيًا كانت ترجمتها فهي مشتقة من الكلمة اليونانية وتعني يتسبب في تكوين أو يتكون أو يأتي إلى حيز الوجود يأتي إلى حيز الوجود هذه العبارة تنفي عملية التحول والانتقال من وجود إلى آخر والوجود المسبق منذ الأزل يعرف معجم باور كلمة يينو مي بأنها تعني المجيء إلى حيز الوجود والمجيء إلى حيز الكينونة من خلال عملية الولادة كل هذه النقاط تبدو في منتهى الوضوح ولكن ماذا عن المزمور الإصحاح الثاني الآية السابعة التي تقول إني أخبر من جهة قضاء يهوى قال لي أن تبني أنا اليوم ولدتك هذه النبوء وبحسب العبرانيين الإصحاح الأول الآية الخامسة وأعمال الرسل الإصحاح الثالث عشر الآية الثالثة والثلاثين تحققت هذه النبوء عند ولادة المخلص نحن نعلم أن ثمة سلالتين للمسيح في الأناجيل متى الإصحاح الأول لوقة الإصحاح الثالث السجل في متى يبدأ عند إبراهيم ويمضي قدما وصولا إلى المسيح يقول إبراهيم ولد إصحاق إصحاق ولد يعقوب يعقوب ولد إلى آخره إلى آخره أما لوقة فيأخذ المسار في الاتجاه المعاكس فيبدأ من المسيح ويعود إلى الوراء وصولا إلى آدم سامي النقطة التي أريدك أن تلاحظها هي أن كل من متى ولوقة في تتبعهما السلالات المؤدية إلى المسيح كانا مهتمين بما حدث قبل ولادته وقد توفرت لهما الكثير من الفرص ليذكرا أي وجود سابق للإنسان إذا كانا يؤمنان فعلا بمثل هذا الأمر لم يذكرا شيئا من هذا القبيل أليس كذلك؟ قاطحا لا في الواقع في الإصحاح نفسه حيث قدم متى نسبه من إبراهيم استخدم كلمات تشير بشكل واضح جدا إلى أن يهوشوة جاء إلى حيز الوجود في رحم مريم وهذا بالضبط ما يفعله لوقة في لوقة الإصحاح الأول الآية الخامسة والثلاثين عندما يستشهد بشرح الملاك لمريم كيف ستصبح حاملا لقد لاحظت أيضا أنه في جميع الأناجيل السينوبتيكية يشار إلى يهوشوة مرارا وتكرارا على أنه ابن الإنسان لم يشر إليه مطلقا باسم مخائيل ولا تم ربطه به بأي شكل من الأشكال ولا بأي كائن ملائكي آخر لو كان ليهوشوة وجود مسبق بالفعل سواء أكان على هيئة ميخائيل أو أي كائن آخر لكانا تحدثا عن الأمر بشكل واضح وصريح فهما من دون أدنى شك لم يفتقرا إلى المفردات المناسبة للتعبير عن ذلك والأهم من هذا لو كان لديه وجود مسبق لما كان ممكنا أن يكون سليل داود البيولوجي تركز الأناجيل على صلاته بداود ولكن من غير الممكن أن يكون من نسل داود لو كان له وجود مسبق لا يمكنك أن تكون موجودا قبل أن تكون موجودا هناك نقطة أخرى أود إثارتها لقد تطرقنا إليها في وقت سابق لكنني أريد أن أعود إليها وألقي نظرة على بعض الآيات المحددة وتحديدا في الأسفار العبرية وهي الكتب التي تشكل العهد القديم تذكر دائما المسيح على أنه شخص لم يوجد بعد وذكر دائما في زمن المستقبل في نبوآت المستقبل هل يمكنك العودة إلى الإصحاح الرابع والعشرين من الأعداد؟ وقراءة الآيات الرابعة عشرة حتى السابعة عشرة إن بلعام يتحدث إلى بالاك عندما طلب منه بالاك أن يلعن إسرائيل وبدل ذلك أعلن بلعام بركاته سيخبر بالاك بما يخبئه المستقبل والآن هو ذا أنا منطلق إلى شعبي هلما أنبئك بما يفعله هذا الشعب بشعبك في آخر الأيام ثم نطق بمثله وقال وحي بلعام بن بعورة وحي الرجل المفتوح العينين وحي الذي يسمع أقوال ياه ويعرف معرفة العلي الذي يرى رؤيا القدير ساقطا وهو مكشوف العينين أراه ولكن ليس الآن أبصره ولكن ليس قريبا يبرز كوكب من يعقوب ويقوم قضيب من إسرائيل فيحطم طرفي مؤابة ويهلك كل بني الوغى يبرز كوكب من يعقوب ويقوم قضيب من إسرائيل لكن الزمن في المستقبل أي أن الشخص لم يولد بعد انتقل الآن إلى التثنية الإصحاح الثامن عشر وقرأ لنا الآية السابعة عشرة حتى التاسعة عشرة قال لي يهوى قد أحسن فيما تكلموا أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه إنها نبوءة يهوشوة إذا كان يهوشوة كائنا إلهيا أو ملائكيا لقال بالفعل الكلمات التي قالها له يهوى لا داعي لأن تكون نبوء يشير كتبة العهد الجديد مرارا وتكرارا إلى هذه النبوء يقول في عظة بطرس في أعمال الرسل الإصحاح الثالث وهنا أقتبس فإن موسى قال للآباء إن نبيا مثلي سيقيم لكم يهوى إلهكم من إخوتكم له تسمعون في كل ما يكلمكم به ويكون أن كل نفس لا تسمع لذلك النبي تباد من الشعب الأعمال الإصحاح الثالث الآيتان الثانية والعشرون والثالث والعشرون الآية السابعة والثلاثون من الأعمال الإصحاح السابع والآية الربيعة عشر من يوحن الإصحاح السادس تشيران إلى هذه النبوءة في التثنية ومن المثير للاهتمام أنه لا يذكر في أي منها تلميحا إلى أنه موجود مسبقا أو أنه ينحدر من سلالة ملائكية بدل ذلك ينصب التركيز على الانحدار من سلالة بشرية ثم تتصريح آخر واضح جدا حول أصول يهوشو وهو صادر عن يهوشو نفسه أعلم أننا جميعا قرأناه من قبل ولكن عندما تضعه كما فعلت لنا اليوم بالكلمات التي توضح أن أصله كان عند الحبل يصبح هذا التصريح واضحا حقا في أي آية؟ الآية السادسة عشرة من الرؤية الإصحاح الثاني والعشرين تقول أنا يهوشو أرسلت ملاكي لأشهد لكم بهذه الأمور عن الكنائس أنا أصل وذرية داود كوكب الصبح المنير يهوشو نفسه يعترف بأنه أصل داود الآية التاسعة حتى الحادية عشر من المزمور الثاني والعشرين إنه مزمور بالغ الأهمية إنه نبوءة المسيح الآية الأولى من المزمور الثاني والعشرين تذكر ما قاله يهوشو على الصليب عندما قال إلهي إلهي لماذا تركتني بعيدا عن خلاصي عن كلامي زفيري كان يقتبس عن المزمور حتى إنه يصف كيف اقتسم الجنود ثيابه واقترعوا عليها وكيف خلعت مفاصيله من جراء صلبه وما قاله الكهن للسخرية منه كل ذلك يذكر في المزمور اقرأ الآن الآية التاسعة حتى الآية الحادية عشر لأنك أنت جذبتني من البطن جعلتني مطمئنا على ثديي أمي عليك ألقيت من الرحم من بطن أمي أنت إلهي لا تتباعد عني لأن الضيق قريب لأنه لا معين داود بإلهام تحدث باعتباره المسيح يتتبع هنا بوضوح شديد أصل يهوشو حتى ولادته ليس في الماضي الغامض والضبابي إنه يتحدث بإلهام كان بإمكانه إثبات وجود ما قبل الوجود لو كان موجودا بالفعل يهوشو مثل أي إنسان آخر ظهر إلى الوجود عند الحبل ليس قبل أنتم تستمعون إلى الراديو فرصة العالم الأخيرة عبر WBCQ على الموجة 9330 كيلو هيردز وعلى تردد 31 متراً راديو فرصة العالم الأخيرة نحضر الناس لرجوع المخلص الوشيء مرحباً هنا راديو فرصة العالم الأخيرة معكم نادية يعقوب في وعد اليوم من كلمة ياه خلال الإغلاق التام بسبب جائحة كورونا أغلق مركز الوشم الخاص بميكا هارولد واسمه Red Hand Tattoo في جريف بورت في لويزيانا في الولايات المتحدة لأنه كان يعتبر أنه يوفر الخدمات غير الإلزامية لكن ميكا كان منشغلاً أكثر من أي وقت مضى فبعد مشاهدته التقارير الإخبارية توقع ميكا أن تنقطع السلع الأساسية وكان سبق له أن طلب المطهرات ومعقيمات اليدين وغيرها من العناصر الهامة بكميات كبيرة لذلك بعد أيام قليلة من إغلاق مركز الوشم الخاص به أعاد فتحه ولكنه لم يفرد أسعاراً باهظة على المحتاجين حتى أنه قدم المواد المطلوبة مجاناً لمن يحتاج إليها وسرعان ما بدأ آخرون بعرض المزيد من السلع التي لديهم جالونات من معقم اليدين والكحول وبدع لفات من ورق الحمام كل ما كانوا يخزنونه وبدأ العاملون في الرعاية الصحية بقصد مركز الوشم للحصول على الإمدادات التي نفدت كمياتها من المستشفيات في البداية وجه مركز ريد هند التاتو وقتاً عصيباً فيما خصت تلبية كافة الطلبات ولكن مع انتشار عمل ميكا على كل لسان تقدم المزيد والمزيد من الأشخاص للمساعدة حتى أصحاب المطاعم اتصلوا بميكا لتقديم الطعام الذي لم يتمكنوا من بيعه وخصص له متجر محلي جزء من المنتجات الأكثر طلباً وكان يسلمه إياها بمجرد تفريغها من شاحنات النقل كما ونظمت مجموعة من عشرين متطوعاً عمليات توصيل من دون تلامس للأشخاص الذين لم يتمكنوا من قصد المتجر بأنفسهم شاركت وليدة ميكا ديبورا ألين في ذلك إذ كونها مصممة ملابس حولت مواهبها إلى صنع الأقنعة وتقديمها مجاناً كورينثوث الثانية لسحاح التاسع الآية السادسة حتى الحديثة عشر تقول تذكر التالي هذا وإن من يزرع بالشح فبالشح أيضاً يحصد ومن يزرع بالبركات فبالبركات أيضاً يحصد كل واحد كما ينمي بقلبه ليس عن حزن أو اضطرار لأن المواطي المسورة يحبه يهوى وياه قادر أن يزيدكم كل نعمة لكي تكونوا لكم كل اكتفاء كل حين في كل شيء تزدادون في كل عمل صالح كما هو مكتوب فرق أعطى المساكين بره يبقى إلى الأبدي والذي يقدم بذاراً للزارع وخبزاً للأكل سيقدم ويكثر بذاركم وينمي غلات بركم وفي متى الإسحاح الخامس والعشرين يعلم يهوشوى أن كل ما نفعله للتخفيف من معاناة الآخرين يقبله ياه كما لو أننا فعلناه من أجله هو ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القدسين معه فحينئذ يجلس على كرسي مجده ويجتمع أمامه جميع الشعوب فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخرافة من الجداء فيقيم الخرافة عن يمينه والجداء عن اليسار ثم يقول الملك للذين عن يمينه تعالوا يا مباركي أبي رث الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم لأن جات فأطعمتموني عطشت فسقيتموني كنت غريبا فآويتموني عريانا فكسوتموني مريضا فزرتموني بحبوسا فأتيتم إلي فيجيبه الأبرار حينئذ قائلين يا رب ما ترأيناك جائعا فأطعمناك أو عطشانا فسقيناك وما ترأيناك غريبا فآويناك أو عريانا فكسوناك وما ترأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليك فيجيب الملك ويقول لهم الحق أقول لكم بما أنكم فعلتموه بأحد إخوة هؤلاء الأصاغر فبه فعلتم متى؟ الأسحاح الخامس والعشرون الآية الواحدة والثلاثون والآية الأربعون عندما تساعد شخصا آخر أنت تساعد يهوى عندما تعطي شخصا آخر فإنك تعطي يهوى وعندما تخفف من معاناة الآخرين أنت حرفيا تخفف من معاناة يهوى لأنه يشعر بما يشعرون به لقد منحنا وعودا عظيمة وثمينة ابدأوا بالمطالبة بها أشعر دوما بدهشة كبيرة كلما تعلمت أمرا جديدا وألاحظ كيف كان الحق يحدق فيي طوال الوقت عندما كنت ثالثيا افترضت أن يهوشو لطالما كان موجودا أو على الأقل خلق في الماضي القديم لجميع المقاصد والأغراض أي أنه لطالما كان موجودا في كلتا الحالتين أؤمن بالتأكيد بأنه كان موجودا مسبقا في بيت لحم فأنا نشأت في كنيسة علمت أن ميخائيل هو اسم المسيح الموجود مسبقا لم يقدم أي دليل كتابيا على ذلك ولكن في الكنيسة كان يقال إنه كان هو ميخائيل ذات مرة شهد لي أحد شهود يهوى كنت أعلم أنهم يعلمون أيضا بأن ميخائيل هو المسيح الموجود مسبقا لذلك وبدافع الفضول تسألت عما إذا كان بإمكانهم إثبات أمر ما لا تستطيع كنيسة إثباته فسألته ما هو الدليل الكتابي على كون ميخائيل هو المسيح وما كان جوابه؟ فقد قال لي إنه لا يعرف لكنه سينظر في الأمر ويعطيني الإجابة وهل فعل ذلك؟ نعم أرسل لي بريدا إلكترونيا بعد بضعة أيام كرر فيه الحجج نفسها التي قدمتها كنيسة ولم يتوفر أي دليل كتابي حقيقي على ذلك الآن بالطبع بتأعلم أنه غير متوفر كان المخلص بشريا بالكامل وكان بحاجة إلى أن يفدينا حيث سقط أهدم فجاء إلى الوجود مثلنا جميعا عند الحبل وليس قبله لماذا تفترض أن الشيطان روج هذه الأسطورة عن وجود يهشو المسبق؟ فعل ذلك برأيي ليدعم فكرة أن المخلص كان إلها إذا كنت تؤمن بأنه كان إلهيا فمن الطبيعي أن يكون وجوده مسبقا هذا يعني أنه كان لديه ميزة لا نملكها نحن ونتيجة هذا الاعتقاد هي واحد من ردي فعل يمكن أن يتفاعل بعض الناس قائلين يسوع فعل كل شيء في الجلجثة ونحن الآن تحت النعمة بما أن القانون سمر على الصليب لا يهم ما أفعله أو لا أفعله ويتوقفون عن السعي لتتوافق حياتهم معي أعرف ما هو الرد الآخر لأنه كان رد فعلي لسنوات عديدة فأصبحت حتى من دون أن أدرك ذلك قانونيا للغاية أنت تدرك أن القانون لا يزال ملزما لذلك تفعل كل ما في وسعك لتقدم استسلاما كاملا وتصبح مثاليا تماما كما كان يهشو كاملا والنتيجة النهائية لذلك هو أن تصاب بالارتباك والإحباط عندما تتعثر حتما وتقع في الخطيئة مرة أخرى ثم تشكك في الصدق ويقنعك الشيطان أنك أخطأت كثيرا ولا يمكنك طلب المغفرة مرة أخرى ليس حتى تثبت توبتك بمقاومة الإغراء لفترة الأمر الذي ينتهي بإبعادك عن ياه أنا أعرف ذلك لأنني اختبرت الأمر بنفسي وعشت في تلك الدوامة الأمر فضيع ولكن الحمد لياه بتنا الآن نعرف الحق آمين أنا ممتن جدا للطريقة التي يقودنا بها ياه إلى المزيد من الحقائق انضموا إلينا من جديد غدا وحتى ذلك الوقت تذكروا ياهو يحبكم وهو جدير بثقتكم أنتم تستمعون إلى راديو فرصة العالم الأخيرة هذه الحلقة بالإضافة إلى الحلقات السابقة من راديو فرصة العالم الأخيرة متوفرة للتحميل على موقعنا الإلكتروني إنها حلقات رائعة لكي تشاركها مع الأصدقاء ومع زملائك في دراسة الكتاب المقدس وهي حلقات لا غنى عنها للذين يعبدون يهوى في بيوتهم إذا رغبت في الاستماع إلى برامج راديو فرصة العالم الأخيرة زر موقعنا www.worldslastchance.com انقر على رمز راديو فرصة العالم الأخيرة الموجود أعلى الصفحة الرئيسية لجهة اليمين هكذا يمكنك تحميل كل الحلقات بلغتك المفضلة هناك أيضاً مقالات وفيديوهات بمجموعة مختلفة من اللغات انضموا إلينا غداً لتستمعوا إلى رسالة مليئة بالحق عبر WBCQ على بوجة 9330 كيلو هيرتز وعلى تردد 31 متراً راديو فرصة العالم الأخيرة نحضر الناس لرجوع المخلص الوشيك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر